موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم طيبتم مساء الخير أهلا وسهلا فيكم تاني مع حلقاتنا اللي احنا مكملينها مع بعض عن التغذية وعالم وأسرار عالم السمنة والنحافة معاكم دكتور بدران هنكمل النهاردة اللي بدأنا في الحلقات اللي قبل كده اتكلمنا قبل كده أحب أذكركم سريعا عن أنواع الجسم وكل ضايت يخص كل جسم محدد اتكلمنا في الجسم التناسولي وعرفنا ازاي نحدد ايه هو الجسم ده ازاي كل واحد يقدر يحدد هو نوعية جسم ايه اتكلمنا في الضايت المناسب ليه الرياضة المناسبة للجسم ده بعد كده تطرقنا للجسم الكاظري وهو ما يعادل يعني الجسم التناسولي والجسم الكاظري سيان في نفس طريقة الغذية لأننا بنعمل على تقليل الغدة التناسولية أو الكاظرية مع حس الغدة الدراقية فبنكون مركزين على نوعية أكل معينة هي ثابتة في النوعيتين المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الضايت هذكركم به سريع عشان اللي اتكلمنا فيه قلنا هنبدأ الاسبوع الأول بضايت سريع هنتطرق ليه في الحلقة عشان ننزله على الشاشة وتقدروا تكتبوه معنا لكن هنكمل النهار ده في الجسم الدراقي اللي ده تالت أنواع الجسم وهو في الشكل بيكون في نفس في الضايت بيكون قريب جدا بين الجسم النخامي اللي هما النعين اللي متبقيين معنا إن شاء الله الجسم الدراقي بيميز هذا الجسم أنه هو على شكل ساعة رملية يعني ايه على شكل ساعة رملية يعني أنا عندي الجزء العلوي ما بين الأكتاف ومنطقة البرست بيكون عريض ومنطقة الأرداف والمنطقة السفلية عريضة ويتميز بخسر أو بطن أقل سمكة أو نحيفة والجسم ده يعتبر من أجمل الأجسام اللي ممكن ننزل بيها يعني لأنه جسم سهل في تشكيل وسهل في نزول وزنه وزنه بينزل بشكل كويس جدا بشكل سريع جدا وجمال الجسم ده ما بيبانش على الأوزان اللي هي النحيفة بيبان على الأوزان اللي هي زيدة شوي لكن مع تناسق في عدد في أماكن الجسم المختلفة طيب نقدر نحدد الجسم التناسولي إزاي زي ما قلنا هو الجسم بيكون عريض من المنطقة الفوق والمنطقة اللي تحت وبمن منطقة الخسر بتكون عندنا نحيفة طيب ايه هو الأكل اللي ممكن أستخدمه في الجسم التناسولي عندنا الجسم التناسولي بيكون هو جسم يتميز بالنزول السريع في وزنه لازم عندنا بيكون فيه نشاط في الغدة الدرقية وضعف أو قلة نشاط في الغدة الكزرية والتناسولية على استواء الجسم الدرقي عندنا هو جسم هنبدأ فيه مع الأكل هنحس الغدة الدرقية عن طريق أن أنا بقلل حس الغدة الدرقية أنا مش عايز نشاط في الغدة الدرقية بابدأ أقلل الحاجات اللي بتنشط الغدة الدرقية زي الكافيين والقهوة الكافيين المتوفر في القهوة أو الشاي حاجة تانية زي اللي هي الكربوهايدريت الكربوهايدريت اللي هي المطحونة اللي هي زي الأرز والخبز وما شبه ذلك بابدأ أقلل من المنتجات دي وأبدأ أزود في اللي يزود نشاط الغدة الكزرية والتناسولية اللي هو أتناول لحوم حمرة وأتناول بيت بالذات لأن البيت بيدخل في تكوين هرمون الغدة الكزرية الحاجة التانية لأن البيت بيزود الكوليسترول اللي هو بيدخل في تكوين هرمون الغدة الكزرية الحاجة التانية بيكل منتجات قلبان قليلة الدسم زي ما قولنا بيكل لحوم فراغ دواجن أسمات بكتر من الخضار بشكل كويس جدا لأن النشاط الخضروات بتؤثر وتزيد من حس الغدة الكزرية والتناسولية طيب إحنا لنا الشكل يعني إحنا عايزين نتطرق بعد كده لأنواع اللي هو الجسم النخامي كمان الجسم هكمل الجسم التناسولي وبعد كده نروح للجسم النخامي الجسم التناسولي عندنا كمان هو جسم بيتميز بجمال الشكل يعني بتقدري تشكليه زي ما تحبي كمان الجسم بيكون نزوله بشكل مريح وبشكل سهل بدون تعب وده من الأجسام اللي هو بيساعدنا جدا في النزول طيب نروح بعد كده للجسم النخامي هشرحه سريع وهنزل دايت للجسم الدركي والنخامي مع بعض الجسم النخامي هو جسم بيكون فيه على شكل المستطيل بيتوازى فيه منطقة الأكتاف بتكون منطقة نحيفة والبريست اللي هي منطقة الصد مع منطقة الأرداف والراجل من أسفل بتكون منطقة نحيفة وبيبقى فيه بيروز في منطقة الخسر أو البطن قليلة بياخد شكل المستطيل فهو تشكيله صعب فهو من أصعب الأجسام اللي ممكن نشكلها لكن برضو علشان الجسم دا ينزل بنبدأ نقلل من نشاط الغدة النخامية ونزود نشاط الغدة الكذرية يعني بنبدأ نقلل من نشاط الغدة النخامية والدركية ونقلل من نشاط الغدة التناسلية والكذرية برضو بناخد نفس نوعيات الأكل هننزل ضايت سريع اللي هو ضايت للجسم التناسولي والجسم النخامي بنركز فيه في الأكل هنقوله سريع وهنعرضه على الشاشة بعد كذا الضايت بيبقى باعتمد في الفترة الصباحية على نوعية بروتين يا إما بيت يا إما منتجات ألبان يا إما بنعيد عنها بالجبن اللي هي اللايت أو الجبنة الأريش يبقى عندنا الفترة الصباحية الفطار في الجسم الدركي والنخامي بيكون فطار سابت الفطار مع نفس الفطار باخده بكرره تاني في نفس العشة يعني يا إما اتنين بيضة مسلوقة أو اتنين قطعة جبن ما قط عليها غضار يا إما اتنين علبة زبادي مع خيار نفس اللي هاخده في الفترة الصباحية في الفطار هكرره في العشة إذا أخدت بيت في الفطار هاخد بيت في العشاء إذا أخدت زبادي في الفطار مع خياره هاخد زبادي في العشاء إذا أخدت جبن في الفطار هاخد جبن في العشاء طيب وجبات الغداء عندنا بيبدأ هو باعتمد فيها على البروتين الحيواني أكثر زي يعني أي نوعية بروتين هنقترها يا إما فراخ أو المتاح لنا يا إما سمك يا إما تونة يا إما لحمة يا إما جبن أو بيت تاني يا إما اللي هو الفول النباتي ما فيش مشكلة خالص هاخده مع طبق شربة خضار شربة خضار بتتكون من جميع أنواع الخضار مع هذا البطاطس والأس قلنا قبل كده وممكن أعمل خضار دي سوتيه بالشرط أعمله شربة خضار ممكن أعمله سوتيه مع صلطة خضرة صلطة الخضرة بتتكون من الخضار بشكل عام يعني ما أقولش الطماطم دي صلطة لا أنا أقول صلطة خضرة يعني أي حاجة لونها أخدر أحطها في الصلطة طيب الضايت قلناه ممكن كل يوم نوع يعني أخد في وجبة الغداء نوع بكرة أخد نوع تاني بعده أخد نوع ثالث يعني أخد في كل وجبة ممكن أخد في كل يوم نوع مختلف وممكن أثبت الأسبوع كله على نوعية واحدة طيب بالنسبة ده للضايت المناسب للجسم الدرقي والجسم النخامي طيب أنا لازم أحفز الجسم ده علشان يفقد وزده علشان ينشط القايد في الجسم يعني نشط متابوليزم الجسم علشان يتيح لي النزول بسهولة طيب هنشطه إزاي هنشطه بمشروبات مساعدة وهنشطه برياضة طيب إيه الرياضة المناسبة للجسم الدرقي والتناسولي أنا ببدأ أخد رياضة الرجل يوميا يعني أنا همشي يوميا ماشي سريع لمدة 15 دقيقة مع دراجة سابتة مع ممكن استباحة ده خاص بالجسمين وممكن طلوع سلم درج سلم ونزول درج سلم طيب أنا باعتمد في الرياضة يعني أنا حابة أوضح جزئية الكل ممكن يستفيد منها أنا مش عايز أجهد الجسم يوميا يعني أنا بدل معمل مثلا خلال الإسبوع من أربع لخمس مرات أو تلتة لأربع مرات رياضة في المرة الواحدة في اليوم أمارس من ساعة ونص لساعتين لأ ده أنا كده باجهد الجسم وهاجف مش هدوم على كده لأ أنا ممكن أخد يوميا ربع ساعة أو نص ساعة من ربع لنص ساعة رياضة خفيفة نبدأها بالماشي أو الجاري ممكن نتطرق زي ما قلت لكم للدراجة السابتة ممكن للسباحة ممكن لطلوع درج سلم أو نزول درج سلم كلها حاجات مش محتاجة أماكن متسعة عشان نمارس طيب ونقدر برضو نمارس اللي هي الرياضة اللي بتأويلي بالنسبة للجسم النخامي اللي هي بتأويلي عضلات الكتفين مع عضلات الأرجل معنا اللي هي ممكن نشتغل ضغط سنائي أو ضغط رباعي أي شيء من الأشياء دي إن شاء الله ممكن نقوم بيها هننزل هننزل دلوقتي ريجيم الجسم التناسولي والكذر اللي إحنا أخدناه في الحلقات اللي قبل كده بس هننزلوا اللي هو الأسبوع التاني ليهم لإننا أخدنا الأسبوع اللي فات اللي هو الأسبوع الأول هننزلوا في الأسبوع التاني زي ما احنا شايفين على الشاشة الدايت بيتكون من بالنسبة بالنسبة في مرحلة الفطار هاخد ربع رغيف عيش أو خبز مع جبن أريش أو جبن لايت مع خضار أو هاخد كوب لبن خالد دسم ممكن أشيل اللي هو الوش لبن أو أجيب لبن لايت وأخده كوب في فترة صباحية في الفطار وممكن أخد عندنا اللي هو بسكويت شوفان أخد 6 قطع مع كوب شاي ده الفطار اللي بالنسبة للجسم التناسولي والجسم الكذر اللي أخدناه قبل كده في الأسبوع التاني طيب بالنسبة لمرحلة الغداء هبدأ أخد في الغداء بروتين هاخد نوعيات بروتين مختلفة سواء حيوانية أو نباتية هاخد البروتين زي ما قلنا ممكن في ريخ أو سمك أو بيد أو جبن أو تونة أو لحمة مع خضار مع شربة خضار مع خضار صلطة خضر ده بالنسبة لمرحلة الغداء بعد كده مرحلة العاشة عندنا يا إما هاخد 2-3 سمرات فاكهة يا إما هاخد عندنا زبادي لايت يا إما هاخد جبن أريش وقطع عليها أو جبن لايت وقطع عليها خضار واخد ده الإسبوع التاني إن شاء الله اللي تابع معنا من الإسبوع الأول في الجسم التناسولي والكذري هيبدأ الإسبوع التاني إن شاء الله في معنا من بكرة بنعمل اليوم فري ما بين أول إسبوع وتاني إسبوع ونبدأ تاني إسبوع لمدة 6 يام وبنعمل اليوم السابع فري إن شاء الله خلاص كده بالنسبة للجسم التناسولي والكذري هنحاول ننزل كمان الجسم اللي هو الضرقي الجسم الضرقي عندنا هنحاول ننزل بعد كده الجسم الضرقي والجسم النخامي على الشاشة وبعد كده هنقدر نشرح لكم إزاي برضو زي ما قلنا طريقة عمل الضيت هتكون مكتوبة معنا زي ما قلنا برضو عندنا حابب أنوه عن شيء مهم إحنا كده تكلمنا هننزل لكم الضيت دلوقت الجسم الضرقي والنخامي في الإسبوع الأول عشان اللي حابين يبدأوا معنا وبعد كده أنا حابب ببين لكم الصور على كل جسم عندنا ده الجسم اللي إحنا شايفين وهو الجسم اللي ظاهر على الشاشة الجسم الضرقي زي ما احنا شايفين عندنا منطقة عريضة من منطقة العليا ومنطقة عريضة من منطقة الأرداف وعندنا نحافة في منطقة الخص ده بالنسبة ما يميز الجسم الضرقي هنعرض صورة تانية معنا ماشي إحنا بنتكلم على منجهز الصور إن شاء الله هنعرضها لكم عشان كل واحد يقدر يحدد هو جسمه أي نوعية من نوعيات دي هنتكلم برضو عن الجهاز اللي تكلمنا في الحلقة اللي فاتت حابب أقول لكم مميزات عنه وطريقة عمله بشكل أوضع الجهاز زي ما قلنا إنه بيقدر يتخلص من السمنة الموضعية في أماكن معينة قد تكون صعبة على الضايت إنه ينزلها يعني أنا عندي الضايت بيشتغل على الجسم بشكل عام لكن أنا حابب أنزل مناطق معينة ومش حابب أنزل باقي جسم يعني في حد مش حابب ينزل باقي جسم وعايز يركز على منطقة معينة بنشتغل ده باللي هي التخصيص الموضعي عن طريق الأجهازة وده أجهازة تفتيت الدهون بالتجميد أو التبريد اللي هي الزيلتك راولاي بولس اللي عندنا بنقدر ننزل مناطق الديفوهات اللي بتظهر في مناطق الجوانب والبط بشكل كويس جدا خلال الشهر ممكن أنزل 20 سنتي من المنطقة دي وبنشتغلها بنظام برامج يعني أنا جاي عايز أخص ببدأ أحدد كمية الدهون اللي في جسمك قد إيه؟ وأقدر أقولك البرنامج المناسب لك إزاي تقدر يتمشي به على الأجهازة يعني مثلا المنطقة بنقدر نحدد الجسم المثالي والمنطقة والمقاسي المثالي لكل جسم بناءً عن أطواله وبناءً عن اللي هو الجسم اللي وزنه يعني مثلا أنا عندي جسم 160 سنتيمتر وزنه مثلا 80 كيلو ببدأ لازم منطقة الخسر عنده اللي هي المنطقة هنقدر نحدد منطقة الخسر اللي هي المنطقة الفايصل ما بين عظام الصدر مع عظام البط اللي هي المنطقة دي لو أنا حابب أحدتها لو أنا واقف قدام راية ببدأ أعمل إنحناء كده هو التجويف ده ده منطقة الخسر لازم منطقة الخسر ده لو أنا طولي 160 سنتيمتر لازم تكون بالنسبة للستات من 80 ل94 إذا تعدينا عن كده بنبدأ ندخل في مراحل سمنة زي ما احنا شايفين برضو الشغل الجهاز بيشتغل صورة قبل وبعد التخسيص عندنا زي ما احنا شايفين ازاي السمنة كانت متركمة في جسم الشخص قدامنا بككل وازاي اختلف منظره وهيئته وشكله تماما بعد التخسيص إنه بقى إنسان يقدر يقوم بالاجتماعيات في الحياة يقدر يشارك مع الناس لإنه يقدر يلبس يقدر يتكلم بدون كسوف أو حري مع أي حد زي ما احنا شايفين استمنة كانت متركزة في الجوانب دلوقتي بعد شهر تخسيص على الجهاز الزيلتك كريولا البولسس اختلف شكله تماما بالدفوهات والمناطق اللي هي السنايات المتكونة خلف الأكتاب ده كله شغل تخسيص موضعي وبناخد معاه ضايد خفيف أو ممكن ننظم بس تنظيم الأكل بتاعه بنعرض الحاجة اللي بعد كده ممكن نعرض صورة تانية لو فيه ماشي زي ما احنا شايفين برضو الشخص ده كان فيه منطقة أرداف ومنطقة ديفوهات كبيرة اختفت تماما ده شخص تاني اللي شوفه الحجم كان قديه واختلف قديه شوفه مظهر اللبس كان قبل ازاي ومظهر اللبس بعد التخسيص بقى ازاي يعني بنقدر احنا بنعمل ده عامل تحفيزي اللي هو حابب يبدأ علشان يقدر يشوف ازاي الفرق بيكون قبل وبعد على اساس المظهر والشكل واللبس وطريقة الماشي نفسها وطريقة الكلام بتختلف تماما يعني عندنا شايفين الشكل المظهر قبل وبعد ده كله عامل تحفيزي ده كله يعني خلال فترات من شهرين لتلاتة بنبدأ نظهر على شكل نحصل على شكل متناسق تماما احنا شايفين الاشكال قبل وبعد ياريت يكون ده حافز للي بيشاهدونا دلوقتي انهم يفكروا يبدأوا مش ما يتأخروش لان عواقب السمنة اكتر طيب بعد ما عرضنا لكم ازاي الاجسام بتختلف قبل وبعد الضيط عن طريق الضيط الخفيف مع التخصيص الموضعي او اللي هي الجلسات اللي بتنحط الدهون في المناطق دي ده تخصيص موضعي ببدأ احدد قدي ايه مقاسه عندي واي حد ممكن يحدد لنفسه قدي هو زي الدهون ايه مثلا طولي 160 سنتي بالنسبة للستات لازم يكون منطقة الخسر اللي احنا قلنا عليها اللي هو الانحناء ما بين الصدر والبط لازم يكون من 80 سنتي اذا زادت ماكسيمام يكون 90 سنتي بعد كده بندخل في مراحل استمنة وخطرتها ومخاطرها على الكبد ومخاطرها على جميع اجهزة الجسد بالنسبة للرجال بنقدر نحدد انه بيكون برضو منطقة الخسر دي تكون 90 فيما فوق ماكسيمام 100 سنتي اذا زادت عن كده لازم نعمل كنترول ونبدأ ننزل او نتابع نظام معين او نروح لأي دكتور استشاري يقدر يحدد لنا ازاي اقدر انزل بكل سهولة وبدون تعب بدون اي مضاعفات سواء هيحدد لي ضاية معين او سواء هيشتغل معايا تخصيص موضوع عن طريق الاجهزة بالنسبة للجهاز بيجي انا مثلا لقيت مقاس البطن عندي مقاس الخسر 80 لازم تكون مقاس البطن اذا مقاس خسري لازم يكون 80 لازم تكون مقاس البطن عندي تكون من 85 ل90 اذا زادت عن كده لازم انزل للحد ده فبقدر احدد كم سنتي الجسم ده زايد الجسم ده زايد كم نسبة دهون ببدأ يحدد له المقاس وبيبدأ يطلع على جهاز عندي تحليل للجسم كامل بيبدأ يحدد لي نسبة دهون اللي زايدة عنده نسب استوائل نسب العضلات معدل حرق دهونه من خلال نسبة دهون اللي زايدة عنده بقدر احدد الجسم ده فيه كم سنتي مع المقاس اللي انا ااخده كم سنتي دهون اقوله والله جسمك بيحتاج كم سنتي دهون لازم ينزله الشهر تقريبا بننزل فيه 20 سنتي من المنطقة اللي احنا بنشتغل عليها بالتخصيص الموضعي بجهاز الزيلتك رايولايبولاسي اللي بنقدر نحدد كمان منطقة الأرداف لازم يكون فيه تناسق ما بين مناطق الجسم المختلفة ما بين البرست ما بين الخسر ما بين البطن ما بين الأرداف ما بين مساحة الأزرع ما بين الأرجل لازم الجسم يكون متناسق في كل شيء بنشوف بعد كده هنحكي بعد كده بالنسبة للضايت الجسم الدركي والنخامي لو جاهز طب هنعرضه على الشاشة عشان نقول ازاي نبدأ عندنا بالنسبة للضايت اللي هو اللي احنا قلناه للجسم الدركي والنخامي على استواء عندنا بيكون مركزين في الفترة الصباحية على اللي هي البروتين بيبقى يا اما اتنين بيضة مسلوقة وركز على الصفار علشان عالي نسبة الكلسترول اللي هي بتدخل في تكوين هرمون الغدة الكذرية او بياخد ممكن اخد معها سلطات خضرة بياخد بعد كده او اختيار تاني ممكن اخد جبنة قريش او جبنة لايت مع خضار برضو سلطات خضرة او ممكن اخد زبادي من اتنين علبة زبادي مع خيار ونفس الاختيار اللي هاخده زي بقلنا في الفطار هاخده في العشة تاني هكرره في العشة واجبات الغداء زي ما احنا شايفين بروتين اي نوع بروتين من المتاح معانا على الشاشة يا اما معانا بالربع النص فرخة مشوية او اتنين سمكة مشوية او قطعتين لحمة او علبتين تونة او اتنين بيضة مسلوقة او زبادي او جبن قريش مع شربة خضار او اللي عايز استعيد عن شربة الخضار ممكن اخد سبانخ ممكن اخد ملوخية بس اعملها بطريقة صحية بدون ادامات مع السلطات اللي هي الخضرة اللي هو القيار الخاص الكابوتشي الجرجير الفجل وبالذات الفجل الاحمر لانه بيساعد تماما في تخصيص منطقة الارداء بعد كده العشة زي ما قولنا هو نفس الفطار اللي هاخده اخدت بيت في الفطار هاخده في العشة ده بالنسبة للضايط الاسبوع الاول اللي حابب يبدأ معانا من الجسم اللي هو الضرقي والجسم النخامي اللي احنا وصفناه معانا وحددنا نوعية الجسم ده بعد كده هنرجع تاني لكلامنا عن ازاي حددنا الدهون وازاي تخلصنا منها عن طريق برامج اما تخصيص موضعي او برامج دايت زي ما احنا شوفنا ومشروبات بناخدها تحفز او تزيد من عمليات حرق الدهون اللي هي بتزيد من الايد في الجسم خلاص دايت خلاص الدايت بعد كده زي ما قلنا حابين عرضنا الجهاز وقلنا ازاي بننزل خلال شهر بالجهاز 20 سنتي من داير المنطقة وعرفنا ازاي نحدد زيادة كل منطقة ازاي وممكن اشتغلها على منطقة الخسر على منطقة البطنة على الارداف على الدراع على الدفوهات على المناطق البروز اللي هي بتبقى خلف الاكتاب هنتكلم عن طريقة طب انا فيه فيه تراهل حصل لخسيت وفيه تراهل وفيه السوليليت السوليليت اللي هي بيعاني منه معظم النساء وخاصة اللي بيحسوا بسامنا بيكون ظاهر في منطقة الارداف ومنطقة الزراعين السوليليت دا اللي هو بنقول عليه قشرة البرتقالة البرتقالة اللي هو اللي بيكون يعني طبقة غير نعمة اللي هو ملمس الجلد بيكون غير نعم وده بيتكون نتيجة اللي هو تراكم او تراكم الدهون في الطبقات تحت الجلد مباشرة بيكون كتل بتاخد الكتل دي شكل نتوئات تحت الجلد بتيظهر لنا الجلد على شكل قشرة البرتقالة او اللي هو الجسم الغير ناعم اللي هو الجسم اللي بيبدأ يبان كأن كتل دهنية متكونة فيه طيب انا ازاي اتخلص من السوليليت دا وازاي اعمل برضو شد تراهل فيه عندنا حية ممكن كلنا نعملها سواء في النواد الصحية او في البيت عندنا او في اي عيادات تخصيص بنقدر نعمل اللي هو اللف التنحيفي او الحمام الروماني للمناطق دي يعني ايه الحمام الروماني يعني الحمام الروماني دي يعني انا باخد هنقول طريقة عمله سريعا على اشياء وقتنا مكونات الاول انا بحضر مجموعة من الزيوت اللي هي الحرة اللي هي زي زيت النعناع الفلفلي او زيت الزعتر او زيت الصر وزيت الكفور يعني انا ممكن هاخدهم بنسب متساوية زيت نعناع زيت زعتر زيت كفور زيت صر زيت قرنفل بنسب متساوية بكون 250 ملي ببدأ ااخد ادهن المنطقة اللي هي عندي فيها السليليت او المنطقة اللي فيها تراهل سواء البط او الارداف او مناطق الدراع من هنا ببدأ اعمل لها تدليق كويس جدا تدليق دائري مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة كل ما زيد من التدليق كل ما باعمل على زيادة تداخل الزيوت داخل مسامة جلده بالتالي بتوصل لأكبر كمية من الخلايا الدهنية طيب بعد ما عملت تدليق بالزيوت الحارة دي ببدأ اجيب طبعا من الملح خفيفة ومشيها على المنطقة مع التدليق الخفيف على اساس اعمل تفتيح زيادة لمسامة جلده على اساس الزيوت تبدأ تتداخل لمساحة اكبر داخل الجلد بعد ما بعمل تدليق بالملح ببدأ عايز اعمل زي نظام صدمة او تشوك للمنطقة دي عايز احطي لها المنطقة حارة حاليا اجيب لها اي نوع كريم في مادة المسول وابدأ اتهن المنطقة كليا بحس ببرودة رهيبة بابدأ ادلك المنطقة دي وفي نفس الوقت وانا بادلك بالكريم بابدأ الف بجيب اللي هو الرول الستريتش اللي هو بيستخدموه في السوبر ماركات وابدأ الف المنطقة دي بالرول كويس جدا وابدأ اسيبها لمدة نص ساعة وبعدها اعرضها لمصدر حراري او اعمل حركة او اعمل رياضة وبعدها بعد نص ساعة بشيل الستريت واسيب الجسم يهدأ لمدة ساعة ما تناولش فيها لا اكل ولا طعام ولا شرب ولا اعمل مجهود ولا عرضه لاشعة الشمس خلال الساعة اللي بعد كده على اساس يبدأ الجسم يتخلص من اكبر كبية من الدهون في المناطق اللي تكونت دي ويعمل شد للجلد ويتخلص من السليليت على مدى الشهر ان شاء الله بنلاقي نتائج كويسة جدا زي ما قلنا السليليت اتخلصنا منه التراهل اتخلصنا منه في حلقاتنا الجاية برضو هنتكلم في حاجات في كل برضو ما يخص اللي هو الرشاقة والجمال بنبدأ نتكلم في حلقاتنا الجاية برضو عن ازاي اقدر اشد الجلد ده بالرياضة ازاي اشده بطرق منزلية عشان تساعد اي واحدة تبدأ تشد التراهل اللي هو عامل ارق لكتير من الستات وخاصة بعد مرحلة الولادة سواء السيزيريان او الولادة العادية ان شاء الله بنبدأ ان شاء الله بنتكلم هنعرض لكم حاجات في الحلقات الجاية تنتظرونا فيها وفي الاخر برنامج معاكم ان شاء الله بقي اقول لكم سعدت بكم وان شاء الله نتقابل في حلقات جديدة ان شاء الله بنقدر نحكي فيها عن كل ما يخص عالم واسرار السمنة والنحافة انتظريني كل يوم خميس ساعة اثنين مع برنامج رجيم دكتور بادران وان شاء الله كنت ضيفة خفيفة عليكم واسعدت بكم وفي امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة